السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد كثير يسألوني خوصا في الفيديوهات السخلبيات اللي نزلهم كثير يسألوني إن شاء الله عدلوا بعض البطارية إن شاء الله عدلوا بطارية تحسنت البطارية طبعا وش هذا آخر فيديو تكلمت عنه حين تكلمت عنه من قبل أربع إلى خمس وديهات شي السبب اللي قبل ليش الجوالات تسغل بطارياتهم ليش قبل بالنسبة لحق الناس إنه قبل تبهم يحسنون البطارية في جهازهم الغديم وهو جهازهم الردي ما يتحسن يعني المسألة ذي اللي تابونها أنتو يمكن جن يقدرون يساوونها لكن كشخص عادي مستحيل تستوي يعني مستحيل أحد يقدر يصلح جهازك آيفون 6S اللي أنت من نفسك رح أتكلم لكم حين كبداية على الآيفون SE هذا الآيفون SE طبعا هذا الآيفون أول آيفون SE مش الآيفون 5 ولا 5S هذا الآيفون 5S هذا الآيفون 5S بعدين قبل نزلت الآيفون SE بذي الشكل الآيفون 6S الثاني إذا اجتبر عشرين عشرين لكن هذا أول آيفون SE نزل مع آيفون 6S فهذا علي التحديث آخر تحديث تقدر تنزله اللي هو l-iOS 14 في دلوقت 14.3 متل ما نشوف شغال ما فيه أي شي لكن بطارية يعني تخيل شخص ما سكدر جهاز ويشتكي من l-iOS 14.3 البطارية ليش قبل خرب الجهاز عنده ورح أتكلم هنا ليش طبعا كبداية الجهاز هذا بطاريته ممتازة حالة البطارية هنا 99 متل ما نشوف بطارية مش كويسة هنا مش نفس أول ما نزل الجهاز بطاريته أفضل طبعا وردي سيئة مقارنة من الأجهزة الجديدة اللي حين لكن مش نفس أول ما نزل الجهاز الجهاز يسخن في الاستخدام الطبيعي الجهاز تخلص بطاريته بسرعة مش نفس أول مشاريته برضو ليش أنا أقول لكم الحين بعض الأشياء سيقول لك عند الآيفون هذا والآيفون 6S وبطاريتها تخلص بسرعة أول حاجة أنت محدث على آخر اصدار هذا السبب ليش؟ المعالج اللي هنا ممتاز ما أقول لكم ممتاز والدليل أنه قاعد يشتغل على آخر اصدار فأنت منزل آخر اصدار مسوي عبع على الجهاز محمل أشياء على الجهاز بين السوفتير ميزات جريدة هذا يسبب ذلك يعني تخيل أنت أول ما شارية الجهاز وقاعد تلعب فيه على طول بوب جي مثلا فاتح بوب جي ومشقل كل شيء وتقول بعديني تخلص بطارية وأقول لك بوب جي لكن الآن ما يحتاج تلعب بوب جي أو ما تحتاج تلعب أي لعبات تخلص بطارية لماذا؟ لأن الجهاز بصعوبة يشقل النظام النظام صار ثقيل عليه فأبل أن نزلك النظام تقول لك كيف تنزل هنا لماذا؟ لأنه حسب حساب من الأشخاص 100% إذا كنت في 2020 أو 2021 قاعد تستخدم جوال 6S أو SE القديم أو حتى 7 أو 7 Plus أو 8 أو 10 يعني على نهاية السنة الجاية قاعد تستخدمه إلى الآن فأعرف أنك شخص تستخدم جهاز تختام طبيعي استخدام يعني بس واتساب تطلع من سناب شات قليل ويطلع من بس فيتحمل الجهاز معاك لكن تريد تسوي الشيق القوي تريد على طول على السوشال ميديا تريد تجلس على طول على الواتساب وتفتح الأشياء وتحديد الموقع وما تريد يصرف مستحيل تصير دي الخلطة جهازك أنت عمره فوق الأربع سنوات أو ثلاث سنوات 100% تصرف بطارية لأنه معروف عندك أنت شخص قوي وتستخدم أشياء القوي في الجهاز فلازم تغير جهازك بالكثير ثلاث سنوات ستغير جهازك أول حاجة ما الأشياء لازم تسويها تخش وتشوف حالة البطارية هنا أنا ما راح أقول حين شيء كويس ولا بيجي لي شخص أنت تطبل ولا لا يعني أنا أقول لكم من البداية أبل يوم سوت الحركة على هاي فون سفن أنها قامت تغلل بطارية الجهاز أنا ضرني ذي الشي وأنا أشوف أن ذي الشي غلط من أبل لكن الحركة أن الحطتها هنا ممتازة الآن لكن بعد شنه بعد ما تحاكمت أبل هنا الحركة حلوة شنه جهازك لحد استخدامك أو الحالة البطارية 99 حلو المعالج قوي هذا شيء حلو هنا يعلمك جهازك إذا كان أداء قوي إلا مش قوي إذا كان بطارية جهازك نزلت تحت السبعين شوف أداء جهازك أو عداء المعالج راح يقل ليش عشان يحافظ على البطارية طيب ليش هذه الحركة بعض أشخاص سأقول لك كيف يعني أنا علمك المعالج اللي في جهازك قوة من أول منصنع نفس القوة هذه معالج ويشتقل طيب عمر البطارية نزلت تحت السبعين فكفاءة البطارية تقل شيء طبيعي جهازك بعد خمس شهور ست شهور تقل البطارية نسبة حبيتين ثلاث نساب شيء طبيعي بعض أشخاص يقول لك بعد ما أحدث قلت البطارية نسبة البطارية لا هذا مش شيء صحيح لأن نسبة البطارية هنا قبل أكثر الوقات اللي تشيك على البطارية في وقت تحديث الجهاز يبدأ وقت ما يحمل السويتير الجديد قبل تشيك على البطارية وتنزل للنسبة شيء طبيعي كيف تحافظ البطارية استخدم استخدام طبيعي لا تستخدمه ساخن لأن تحافظ البطارية لكن مستحيل تخلي البطارية 100% مستحيل ده الشيء مستحيل البطارية فيها مواد كيميائية بطارية السيارة تخترب بطارية الرموت عندك يخترب أي بطارية في العالم لازم تخترب حتى لو أنك تتركها كذا يعني مثلا بس هذا أقوى شيء تقدر سوي أنك تترك الجهاز والطفيت قفلة كاملة وتركها بعد ثلاث سنة أو أربع سنة وترجع تستخدمها ما راح تكون قبل أربع سنوات لازم تقل لأن مواد كيميائية لها عمر افتراضي بالشيء لازم يقل يمكن في المستقبل تغير مواد كيميائية لدخل البطارية ممكن فهذا أول شيء إذا جهازك غل فنسبة البطارية مثلا صارت 70 تحت 70 بعض الأشخاص وصلت 50 عندهم فأبل عندها حلي الحل اللي سويته أبل صح لكن ما تنبهت الناس أنه تقلل أداء المعالج فهنا نزلت تحت البطارية مثلا تحت 70 أو تحت 70 60 50 تقلل أداء المعالج علشان البطارية ما تفصل ليش؟ لأن المعالج مبني على قوة ويعرف قوة البطارية فيقول حق البطارية عن المغدار هذا المناسب اللي راح أخدم منك طيب بطارية ضعفت المعالج مضعف فيسحب القدرة بطارية كفاءتها نزلت سحبها بطاريتك مثلا 20 طفل جهاز ليش؟ لأن البطارية اختربت عندك لازم تغير البطارية المعالج لا يتأقلم مع البطارية ونسبة البطارية جريدة فبالله شو تقول لك بدل ما أسحب وأطف الجهاز أشوف مقدار البطارية النسبة الموية وقلل المعالج أداء عشان ما يسحب قوة من البطارية وما يطفل الجهاز عليك فهذا خيار من الخيارات أنك تغير بطارية إذا جهازك آيفون 7 أو آيفون 8 10 وغيره 10S 100% إذا نزلت البطارية تحت 90 إذا شفت هنا مش أقصى أداء لحق البطارية أما إذا جهازك آيفون 6S لا تغيره البطارية قير الجهاز كامل خلص عمري يعني الجهاز الأيوس ما رح يتأقلم على الأيوس 15 اللي بينزل قدام ولا الـ 16 فعمر الجهاز خلص تستخدم استخدام طبيعي واتسب خفيف وطلع لكن لا تشتكلم بطارية إذا كنت لا أبي أكمل معا تغير بطارية يكون أداء أفضل من الأداء اللي قاعد تستخدمها الآن إذا كان نزلت تسبب البطارية فهذا خيار طيب بعض أشخاص يقول لك أوكي غيرت البطارية لكن الجهاز سخن لأن المعالج قاعد يشتغل شغل قوي والمعالج مش مستوعب لا يوسفرتين اللي عليه فإذا أنت جهازك جالسي إلى الآن تستخدمه جهازك عمره أربع سنوات يعني فيه شيء يسمونه تعتق الجهاز خلاص الجهاز حقك وصل لحق آخر مرحلة أو أنك استخدمه تستخدم الجهاز ما تقدر تسوي شيء يعني ليش أقول لك أنا ودي أن أتوقف لأيو سفتين على إيفون سيكس إس والإس إي لأن نبي تطور في البرامج تطور جديد فتطور لو وصلنا للآن جهازك عمره أربع سنوات والبرامج حدثوهم يعني أذكر أنا قبل عشر أو أكثر فهذه الأشياء والإنميش اللي صار في البرامج كلها تهديدات مع السنوات اللي جات وصارت فيها يأثر على الجهاز الجهاز ليس مبني على هذا الشيء فأنا بالنسبة لي أستخدم الجهاز أستخدمه عادي عندي لكن يعني ما راح أشتكي من البطارية ولا أعرف إن سيكس إس ما راح أقول أوكي قاعد أفتح السناب شات وتنزل البطارية بسرعة الجهاز يسخن صح الجهاز يسخن إن شاري جهاز وحط على إحدى النظام عليه وتستخدم استخدام قوي يعني ما تقدر تسوي ذالشي إذا أنت شاري جهاز أربع سنوات وقعد تستخدمه الآن فأنت معروف من الأشخاص اللي ما علي شيء في الكاميرا كاميرا أوكي أفتحها مش كويسة بس بصور وبطلع ما يحتاج حق الريزولوشن برنامج يقطع عادي عندي الواتساب برسل وبطلع انترنت بس بستخدم فهذه الأشخاص اللي جلسيني الآن أربع سنوات أما تشخص شغلك قوي كل شيء قوي لازم تحدث جهازك جديد ما رح تجلس على جهاز الغديم فأوكي نجالس على الجهاز الغديم حابة قيارت البطارية جهازك يسخن في أشياء تقدر تسويها أول حاجة تبي أفضل أداء في جهازك أول حاجة فرمة الجهاز ولا تحط ترجع البكب هذا أول حاجة يعني بعض الأشخاص جهاز مايفون 6S ونزل السفن ونحدث السفتير اللي عليه نزل الأيت ونحدث السفتير اللي عليه نزل التن والتن اس والإلوفن وتشوف كم سنة نجالس على جهازك ممرة فرمتها لازم تفرمتها فيه فرمات من داخل الجهاز هنا لكن أفضلك أنك بدون تسوي البكب تسوي بكب بالآي كلاود لا تسوي بكب بالآيتونز ولا شيء بس تركبه في الكمبيوتر فكذا ترجع النظام اللي عندك نظام شوي بيورع لايوس 14 كذا ينتعش جهازك شوي هذا أول خيار خيار الثاني تحديث الموقع يصرف بطارية إذا جهازك جديد عادي خلت حديث الموقع أنا جهاز على طول مشكلة تحديث الموقع لكن هذا يصرف بطارية طفة وإذا كنت حديث جهازك جديد تابع بطارية أفضل طفت حديث الموقع لكن إذا طفت حديث الموقع فانتبه إن Find My إذا صار جهازك نسرق ولا شيء ما رح تقدر تحثر عليه لكن هذا الخيار يصرف بطارية الجي بي إس يصرف بطارية طفة هذا ورح تحس بفرق وبرضو في أشياء ثانية تحديث البرامج تخش العددات روحام في خيار هنا تحديث التطبيقات في الخلفية طفة طفة كامل جهازك عديم 6S 7 8 طفة كامل عشان شوية جهازك يمشي معك قدام البلوتوث ما تستخدمه كثير لا تطفي من هنا لأنه يشتغل بعد 14 ساعة تخش هنا لعلى ذات تطفي البلوتوث من هنا كامل الوايرلس شق له وقت الاحتياج هذه الأشياء اللي جلس نحن قاعدين نعصر الجهاز لأنك أنت ما ببودك تغير جهازك الانترنت إذا كنت تستخدم انترنت شريحة مع أني ما أمصح لكن تستخدم ثواني يطفة يعني ساعة في اليوم وطفي لا تخلي شغال على طول انترنت الشريحة إنه المعالج مثلا الحين الأيفون 6S وحتى الأيفون 8 الشباب عندي أنا بعضهم يقول لي بطارية تخلص بسرعة ما أدري إنه الجهاز يخترب وابل تبطئ الجهاز ونظرية المؤامرة عند الناس كذا أيفون 6S بطاريتها مش كويسة في بداياتها كانت كويسة في ذلك الوقت يعني تمشي الحال واحد من الشباب عنده الأيفون 8 وبطاريته يقول مش كويسة قلت له ترى مش من أبل قال لها من أبل بطارية الجهاز وصلت إلى 60 تغريبا قلت له تفضل هذا الجهاز هذا الايفون SE استخدمه قال والله بطاريتها ممتازة وكل شي قلت له نفس البطارية ترى يعني هذا الجهاز حتى ايفون 6S نفس حتى حجم الجهاز وكل شيء لكن الشي اللي يدل على أن أبل هي اللي ما تخرب في النظام وكل شيء هذا الجهاز عليه معالج A12 هذا اللي موجود هنا A12 تغريبا ما علي ماشي معاك ممتاز كويس البطارية نفس البطارية لكن هذا اللي يدل على أن المعالج هذا اللي موجود هنا هو اللي يحافظ على البطارية تحطه من بعض نفس الشكل يعني 8 وهذا بس المكان الحق التفاحة حنازله هنا فبطاريتها ممتازة هنا المعالج على السوفتوير A14 اللي موجود حين شغال ممتاز ما في شيء المعالج يقول لك اوكي شغال كويس حطيت أشياء جديدة حطيت وجت ما علي يمشي معاك لكن المغارنة بالجهاز اللي قبل ثلاث سنوات هو السبب المعالج المعالج تحطه أشياء قوية على السوفتوير تقول لك المعالج أنا مش مستحمل الأشياء اللي موجودة فتجرس تشقلني لازم أصرف كثير فهذه الشي طبيعي فأتمنى الناس يفهمون لا تتوقع أنه مؤامرة ولا توقع أنه قبل تقول لك لازم تغيير جهازك لأ انت لو تشيل هذا المعالج اللي في الجهاز على المستحيل بتسويها معالج قيمة الجهاز تشيل هذا المعالج اللي هنا وتحطه في جهازك الغديم رح يشتغل ممتاز ما في شي كل أشياء السبب بس في المعالج قوة المعالج هنا معالج مرتاح على النظام هذا وانت الجهاز حقك مش مرتاح الحل شن هم الحل قبل أن توقف جهازك خلاص وصلت يعني آخر شي في عمره ما تقدر تحط لأيوس 15 مثلا جهازك يشتغل مثلا ساعتين مثلا ساعتين كويس عندك فلو تحط لأيوس 15 مثلا و60 في المستقبل يمكن ساعة ونصف ويطف الجهاز أو أنه يعلق ولا يقدر يشتغل فهذه الأسباب وهذه الأشياء اللي تسبب بطء في الجهاز عمر البطارية الافتراضي عن جهازك المعالج ما يتحمل الأشياء القوية اللي قدام بس هذه الأجهزة هذا الجهاز وهذا الجهاز هذا الجهاز يعني مستحيل لا توقع شخص يستخدم على جهازك هذا بعد سنة سنتين الواتساب شغال عندك حتى لو وقف على ايوس 14 ما يحتاج تحدي بعدين عبد إذا وقف الواتساب قرر يوقفه في النظام اللي موجود عليه مثلا في نفس الابستور لو تفتحه راح تشوف الواتساب على أي سوفت فيير يدعم الإصدار حقك فلو بتفتح هنا نروح حق الواتساب ونبحث عنه راح نشوف هنا رامج الواتساب على أي سوفت فيير يشتغل نشوف هنا يشتغل على ايوس 9 وفوق أوكي السنة الجاي على ايوس 6 مثلا ونتوقفت جهازك لايفون 6 اس على ايوس 14 عطى سنتين ثلاث سنوات قدام يدعم الجهاز ويكمل فهذا السبب اختصار المعالج مع الجهازك مش قاوي على السوفتير اللي حط فيه انتحين على ايوس 14 فلا تقول لي ان جهازك يصرف بطارية شي طبيعي الحمد لله انه يشتغل برضو البطارية اذا الجهازك بطارية نزلت نسبة تحت السبعين المعالج رح يقل الاداء ما رح يشتغل بقوة المعالج يتغير البطارية عشان يرجع معاك وانت تحكم من نفسك هل يستاهل تغير البطارية 6 اس انا سأقول لك لا سي القديم سأقول لك لا ايفون 8 او 7 سفن يمكن لا اذا متعلق فيه اوكي لكن ايفون 8 اوكي كمل 10 برضو اوكي 10 اس يغير البطارية تخش وتشوف اذا كويس المشكلة سيغيرها بس فأتمنى من الاشخاص يفهمون التغنية كيف تشتغل كيف ان المعالج في جهازك خلاص هذا قوتها السفتيالات التي قدام احنا يعني مش ذنب شخص عند ايفون 10 ار وتقول انت لا ابي جهاز يدعم الايو اس 15 طيب الايو اس 15 يقول لك الشخص يبيد السوفتوير طيب قبل لو تنزل عندك ما رح يشتغل جهازك طيب الشخص هذاك لازم تشيل ميزات هنا قبل طيب جهازك رح يسخن ويعلق رح تشتك تقول ليش قبل تغلل الاداء المعالج وتغلل قوة الجهاز وبطارية رح تخترب وتكلم في اليوتيوب وفي سناب شات تقول هل كيف انك تحدي الاخر اصدار وكيف انه تبي بطارية كويسة لا تأتي تغير بطارية لكي يمشي معاك لكن معالج لا تستطيع تغير معالج هذه قوة تخيل انت هذا مرة يجب لك مثل هذا لكن يجب مرة ثانية تخيل هذا الجهاز وقوة وكل شي ومع السوف تنزل طيب تبي ميزات قوية في الايو السنة الجهاز ثقل عليك الجهاز يستهلك بطارية كالنا سيارة تستهلك بنزين لانه جالس حمل عليك جيت السنة لابعدها وتبي ميزات جديدة فجيت وحطيت اشياء قوية عليك وبعدين في نهاية السنة بعد ثلاث سنوات جيت وحطت عليك كل شي وصير بها القوة طيب انت بي انت تمشي جهازك جهازك صار نهاية تقول انت او قبل بطأت الجهاز لا لم بطأت الجهاز السوفتيرات اللي انزلت عليه بطأت الجهاز انت عمر جهازك 4 سنوات فمية في المية انت مرح تستخدم استخدام الطبيعي لازم 4 سنوات استخدم استخدام خفيف مرة هذا السبب فانت فرمت الجهاز ممكن شوية تشيل ملفات من لكن مرح ترجع نفس قبل مية في المية فهذه بس مثال على الشي اللي ودي اوصل لكم ففي نحية الفيديو تنسون اشتراك بغناء واشتراك في حساب سناب شات شرف ضغطكم وعمل لك المكتبع ونشر المكتبع ولا تنسون انه دعاكم السلام عليكم